بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى على النبي طبعاً نحن دهائماً نتكلم على توزيع الإنارة وفي أمثلة كثير بس هي تذكرة سريعة لاحظوا الصورة هاي طبعاً ممكن نشوفها بنهار بنهار طبعاً الإنارة الطبيعية بتعطينا إنارة جيدة بالليل لما يصير في ما في إنارة طبيعية شتون كانت الإنارة؟ كانت الإنارة على لوحات كانت إنارة على منتصف الطاولة كانت الإنارة على الممر لاحظوا شتون فكانت الإنارة كافية طبعاً نحن أنا دائماً بقول أنه جيدة نضيف إنارة مخفية لأنه نحن بنحب الإنارة أعلى فما وجود إنارة مخفية سواء على هذا الجدار أو عند الستاير ممكن حتى نضيف إنارة على الكورنر هذا على سواء اللوحة أو النبتي فإن ممر طاولة وهذا المكان في بعض الناس بتقول أنه نحن ما بنعرف توزيع الأثاث هي نقطة دائماً تتكرر نحن لازم نعرف توزيع الأثاث لو عدلنا بعدين مو معناها أن الإنارة حتكون سيئة لا خلص عادي لو حطينا أي شيء لو حطيت التلفزيون بهذا المكان ما عندي مشكلة بوجه هذا سبوتلايت عزاوي وهذا بوجه على مكان ثاني لكن نبدأ بالتخطيط الصحيح بحيث أنه نوزع الإنارة بطريقة صحة ويفضل دائماً الإنارة تكون طبعات يعني لاحظوا هذا سبوتلايت هي إنارة منتدلية هذا داونلايت فاستخدام عدة طبعات من الإنارة يعطينا توازن جميل طبعاً برجع بقول ضوء النهار والإنارة الطبيعية يعطينا إنارة جميلة ويمكن يغنينا على تشغيل إنارة بالنهار بس بالليل نحن محتاجين لإنارة اللي تكون مناسبة موضوع آخر طبعاً حابب لكم على موقع هذا الموقع بريطاني اسمه lights.co.uk إذا رحتوا على البرانتز فيكم تاخدوا أسعار الشركات لأنه في كتير ناس ما عندها فكرة على أسعار الشركات الأوروبية طبعاً هذا الموقع مع أرباح فأكيد للمشاريع حتكون أقل ب20 أو 30% للمشاريع الكبيرة بس لاحظوا أسعار المنتجات الأوروبية مرخيصة غالية طبعاً إيركو هي من أغلى الشركات أنا سابعاً كنت أشتغل فيها لاحظوا الـ downlight الواحد سعره بحدود 2000 ريال أو درهم طبعاً فيه أكيد الشركات أرخص بس اللي حابب يعرف أسعار الإنارة المميزة اللي حابب يعرف أسعار الإنارة العالية والمميزة هذا موقع بريطاني ببيع الأجهزة online وحتى بيوفرها أصلاً الواحد ممكن يشتريها ممكن الواحد يأخذ الإنارة مثلاً مو كبراند يأخذها كنوع مثلاً أنا بدي إنارة داخلية أو إنارة خارجية أو إنارة جدارية أو مثلاً ممكن بده تريات مثلاً حابب يدور على تريات فممكن يشوف الموقع فيه مواقع كتير بصراحة بس هذا موقع من المواقع اللي إلت أن أجب لكم إياه بحيث أنه تعرفوا أنواع الإنارة وكم ممكن تكون تكلفتها اسمه برجع أقول lights.co.uk وفينا ندور سواء كبراند أو كمنتجات إنارة ترجمة نانسي قنقر